موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في برنامج آخر طبعة لقاء يجمع معاذ الخطيب رئيس الاتلاف الوطني السوري ووزير الخارجية سرغي لابروف خبر استحوذ على اهتمام الصحافة العربية لهذا اليوم ونحن بدورنا سنتوقف عند هذا الخبر خلال حلقة اليوم ولكن اسمحوا لي قبل أن أرحب بضيفي في الاستيديو مع بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي أهلا بك يعني أستاذ معا هل سوريا أمام مشهد جديد بناء على لقاء معاذ الخطيب بسرغي لابروف يعني لنكن أكثر تواضعا في وصف ما يجري السوريا بدون شك تدخل مراحل متقدمة في مشهدها السياسي العام وهذا اللقاء الذي جرى بين رئيس الاتلاف الوطني المعارض الشيخ أحمد معاذ الخطيب وبين وزير الخارجية الروسي يعكس بدون شك تقدما على الأقل في فهم قيادات أساسية في المعارضة السورية لضرورة الوصول إلى حل سياسي ولضرورة الحوار بهذا المعنى نستطيع أن نقول أننا أمام مشهد جديد لكن مدى قدرة الشيخ الخطيب وربما الأطراف التي تشهيكوا رأيه في نقل هذه الرؤية الجديدة أو ترجمتها إلى مفعيل سياسية هذا أمر يتوقف على أمور أخرى ليست في يد الخطيب ولا في يد العين نعم سيد معا بالتأكيد سنتحدث أكثر عن الموضوع السوري ولكن سنتقل إلى استعراض عنوين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين ننتقل إلى استعراض سريع لعنوين الصحافة لهذا اليوم مع هبة الله بيطار ونعود لمناقشة ما جاء فيها مع ضيفنا في الستيديو لنتابع هذا الرصد أهلا بكم جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف نبدأها مع صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت إيران تكثف تهريب صواريخ الكتف لحلفائها وعملتها تسجل انهيارا جديدا فتاح روسي إيراني على الخطيب والغارات الإسرائيلية استهدفت أربعة مواقع قيادي كردي استعدادات في الموصل لزحف جماهيري على بغداد إلى لبنان وصحيفة الديار جبران باسيل ليس مع مليار دولار ويتراجع عن موقفه بشأن اللاجئين السوريين الجيش اللبناني عزز تواجده حول عرسال المنطقة على شفير حرب طاحنة والأسلحة فتاكة إلى سوريا وصحيفة الوطن جليل في دمشق ويلتقي الرئيس الأسد وترجيحاته عن تعديل حكومي مرتقب الجيش يستعد لعملية واسعة من حران العواميد واشتباكات عنيفة في محيط جمعدين بالريف لفروف عدم تطبيق جنيف أدى إلى مأساة سوريا إلى مصر وصحيفة الأخبار اتهام البرادعي بالدعوة للفوضى والعنف الرئاسة والشورى والقوى السياسية تدهن واقعة سحل المواطن فشل النيابة العامة في استرداد الأموال المهربة بسبب الصراع السياسي وأحداث العنف ننتقل إلى الأردن وصحيفة الدستور حماس تنفي طلب مشعل من الملك استقبال فلسطيني سوريا والمعارضة المصرية ترفع سقف مطالبها الآن إلى الإمارات وصحيفة البيان محمد بن راشد نريد لدبي تفوقا يبقى إلى الأبد جبهة الإنقاذ المصرية تطالب بمحاكمة مرسي عن جرائم قتل وتعذيب المعارضة تلوح بطلب قصف قيادات دمشق ننتقل الآن إلى صحيفة البلاد الجزائرية تأجيل انتخاب خليفة بالخادم إلى دورة طارئة للمركزية جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف انتهت ونعود إليك وفاء لمتابعة آخر طبعة شكرا لك هيبة الله بيطار يعني أستاذ معا عن تصريح الخطيب أثار جدل وتحفظ أشخاص من داخل اعتلاف الوطني السوري ولكن لماذا يخرج الخطيب بهذا التصريح في مثل هذا التوقيت في البداية كان هناك اعتقاد بأن هذا التصريح هو عبارة عن موقف شخصي من قبل الشيخ الخطيب ولكن ما جرى في ميونيخ بالأمس وخصوصا لقاء الخطيب مع وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الإيراني أظهر أن في الأمر أكثر من التصريح الشخصي الخطيب بدون شك ربما كان آخر القيادات المعارضة في الخارج الذين خرجوا من دمشق وكان على صلة واسعة بالمجتمع السوري من خلال موقعه كإمام المسجد الأموي لذلك الخطيب على ما أظن خرج بهذا التصريح نتيجة أمرين بالدرجة الأولى الأمر الأول هو شعوره بتفاقم مأساة ومعاناة السورية ربما هو بسبب اتصاقه بعدد من المواطنين السوريين يدركوا أن حجم المأساة قد فاق كل تصور سواء مأساة المقيمين في الداخل أو مأساة النازحين إلى الخارج وأنه قد شعر أيضا مع العديد حتى من المقاتلين مقاتلي المعارضة بأن هناك نوع من التخلي العربي والدولي عن المعارضة في سوريا وعدم مدها بما تحتاجه من صلاح ومال وغيرها إذن هناك رؤية مختلفة لمعادل الخطيب تختلف عن بقية أعضاء الاتلاف الوطني السوري عن بعض أعضاء لأنه أعتقد أن هناك في الاتلاف السوري من يدعم هذه المبادرة من قبل السيد الخطيب لكن مع لقاءات ميونيخ تبين أن الأمر أكثر من ذلك أن هذا يعكس أيضا توجها دوليا لمعالجة سياسية للأزمة السورية بعد أن بات هناك شبه اقتناع بصعوبة إسقاط النظام في المدى المنظور وبعد أن بات هناك شبه اقتناع بأن الجهاديين المتشددين باتوا أكثر سيطرة في المناطق التي تحت سيطرة مقاتلي المعارضة إذن هناك مشهد هناك موقف يعبر عن شعور بعمق المأساة وبفداحة التخلي الخارجي ومن جهة أخرى هناك تطور على المستوى الدولي يدفع بالخطيب إلى اتخاذ مثل هذا الموقف علينا أن نلاحظ أن معظم معارضي شيخ الخطيب كانوا في المجلس الوطني الذي أكثيته تنتمي إلى الإخوان المسلمين وبالتالي يجب أن ننتبه إلى أن هذا الخلاف ربما يكون انعكاسا لخلاف على مستوى المنطقة بين دول خليجية في مقدمة السعودية والإمارات وبين الإخوان المسلمين انعكس على حلفاء الطرفين في سوريا نعم أستاذ سنتحدث أكثر عن الملف السوري في الفقرة التالية ولكن لنستعرض بشكل سريع عنوين الصحف حماستن في طلب مشعل من العاهل الأردني استقبال فلسطيني سوريا وأعني هنا فلسطيني المخيم اليارموك ما الذي يمنع الأردن من استقبال الفلسطينيين في هذه المرحلة الراهنة؟ إني لا أستطيع أن أتحدث بهذا الموضوع لأنني لا أملك معلومات تفصيلية لكنني أعتقد أن الحل الحقيقي للنازحين الفلسطينيين من سوريا كما لكل النازحين هو في الإسراع في إجراء حل سياسي يعود به الفلسطينيون وطبعا مئات الآلاف من السوريين إلى منازلهم وبيوتهم حل سياسي لا قهرة فيه لا انتقام فيه لا عقوبات فيه بل سوريا مفتوحة لكل أبنائها وتقوم بكل أبنائها نعم أيضا هناك بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية في القاهرة ومن بين الملفات اللافتة في هذه القمة هو موضوع الإسلاموفوبيا بعد وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة في مصر وفي تونس وغير هل ما زال هناك هاجس من ما يسمى بالإسلاموفوبيا هل عززت التيارات الإسلامية هذه المخاوف أم أنها بددت هذه المخاوف أولا أعتقد أن الإسلاموفوبيا هو في نفس الوقت عروبة فوبيا الغرب يخاف من استعادة هذه المنطقة لهويتها العربية والإسلامية فإذا كان البارز على السطح تيار عروبي كما كان الأمر في زمن جمال عبد الناصر فتكون هنا العروبة هي الهدف القومية العربية هي الهدف وحين يبدو أن الإسلاميين هم الذين يطفون على السطح يصبح الإسلام هو العدو ولكن حقيقة الحرب على العروبة والإسلام هي حرب واحدة حرب على هوية المنطقة وعلى وحدة المنطقة ولكنني أعتقد أيضا أن الغرب يدير لعبة مزدوجة مع الحركات الإسلامية فهو من جهة يوحي أن لا مانع لديه من وصولها إلى السلطة ولكنه في الوقت ذاته يشجع كل أشكال التمرد عليها حتى تبقى أسيرة له وأسيرة لشروطه ولمتطلباته هنا ينبغي على قادة التيارات الإسلامية أن يتنبه إذا هذه اللعبة التي يجيدها الغرب مع كثير من القوى لقد أوحى الغرب في فترات سابقة لأحزاب قومية بأنه يمكن أن يتعاون معهم واستدرجهم إلى حروب وإلى معارك فيما بينهم ومع الآخرين أنت تعني بأن هناك عملية استدراج للتيارات الإسلامية؟ أنا أعتقد أن الغرب لا يريد قوميين ولا يريد إسلاميين يريد أدوات له تحكم المنطقة لكنه حين تبرز قوة معينة يسعى إلى استدراجه إلى مواقع تؤدي إلى إضعافها وتفكيكها كما نرى اليوم في مصر وفي حال العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين ولكن بشكلنا قبل أن ننتقل إلى فقرة إقراء الحدث إذا كنا نتحدث عن وجود التيارات الإسلامية في السلطة يبدو بأن منذ وصول التيارات الإسلامية للسلطة لم تحمل خطاب معادي للغرب أو للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لما ستقوم الولايات المتحدة بتفكيك هذه التيارات التي ربما كما شهدنا في مصر بأن السياسة الخارجية المصرية لم تختلف كثيرا عن سبيقتها يعني الغرب لا يهتم كثيرا بخطاب القيادات هناك تكاذب ربما مشترك بين القيادات وبين حكومات الغرب الغرب يخشى من الجمهور الإسلامي وخصوصا في حين يأتي الأمر إلى قضية فلسطين هو يدرك أن أحدا في الدنيا لا يستطيع أن يمنع المسلم المصري أو العربي أو المسلم عموما من التوجه نحو القدس ومن المطالبة بتحرير القدس لذلك الحاكم الذي يحاول أن يراعي السياسة الأمريكية في المنطقة بالكلام وبالبرامج هو لا يعبر تماما عن مشاعر قواعده وعن مشاعر الجماهير العربية والإسلامية وبالتالي الكلام المعصول الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لبعض الحركات الإسلامية يرافقه في الوقت نفسه محاولات محاصرة هذه الطيارات والإيقاع بينها وبين من يفترض فيهم أن يكونوا حلفاء لها في مجابهة التحديات نعم أستاذ مع أن ابقى معي سأنتقل إلى فقرة إقراء الحدث مشاهدين وصلنا إلى فقرة إقراء الحدث نشاهد هذا الرصد لبعض الموضوعات البارزة في الصحافة لهذا اليوم ونعود لمناقشتها مع ضيفنا الوطن السورية جليلي قد يلتقي الأسد وترجحات عن تعديل حكومي مرتقب قالت مصادر ديبلوماسية إيرانية في دمشق للصحيفة إن الزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي لسوريا تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين السوريين مضحة أن الزيارة تهدف أيضا إلى التضامن مع السوريا فيما قالت مصادر إيرانية أخرى إن جليلي سيلتقي الرئيس الأسد مصادر مطلعة كشفت للصحيفة عن احتمال إجراء تعديل وزاري قد يطال ثلاثة وزارات لزيادة مشاركة أحزاب المعارضة السورية الداخلية وأشارت المصادر إلى أن التعديلات قد تشمل صلاحيات كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدر جميل والنائب لشؤون الخدمات عمر غلونجي بهدف تفرغهما لوظيفتهما كنائبين لرئيس الحكومة وإسناد حقبتي وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية إلى أسماء جديدة الشرق الأوسط السعودية الخطيب يجدد استعداده للتحاور بشروط أثار رئيس الاقتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أمس الجدل مرة أخرى بتجديده التأكيد أنه مستعد بشروط للتحاور مع نظام الرئيس بشار الأسد مصدر مقرب من المجلس قال للصحيفة أن تلك التصريحات تعني التراجع عن الثوابت الوطنية التي قامت الثورة على أساسها وهذا يمس مصداقية الثورة يتردد في أروقة المعارضة السورية أن الخطيب اجتهد في موقفه الذي لم تدرسه مكونات المعارضة وأنه يتخذ مواقفه بعيدا عن الاتلاف لكن عضو الاتلاف هشام مروي أكد للصحيفة أن مواقف الخطيب لا تعني التغريدة خارج سرب المعارضة وشدد على أن الرئيس السوري لي يكون جزءا من الحل وكشف مروي أن الاتلاف يعمل على مبادرة متكاملة للحل السياسي تقوم على تنحي الأسد ونقل السلطة إلى الثوار وفق إجراءات معينة الحياة السعودية خلاف في المعارضة المصرية على إسقاط النظام بعد إعلان جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تبنيها مطلب إسقاط نظام علمت الصحيفة أن هذه الخطوة كانت موضع خلاف بين قادة الجبهة وأقر القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد بالتناقض في بيان الجبهة عازيا الأمر إلى التسرع في صياغته فلم يتم التدقيق في البيان ومراجعته وأوضح للصحيفة أن إسقاط النظام تعبير غير دقيق عن موقف الجبهة الذي يتلخص في السعي إلى تغيير يحقق أهداف الثورة إذا نعود مجددا إلى الملف السوري هذا يطرح تساؤل بلقاء معاذ الخطيب مع روسيا وإيران هل نحن أمام تسوية قادمة رسمت خريطة التسوية أم ما زالت قيد الرسم ربما لنقول أننا أمام تطور في المشهد الدولي يقود إلى زيادة احتمالات التسوية وخصوصا بعد أن نشرت نيويورك تايمز هذا الصباح بأن البيت الأبيض قد رفض خطة لوزيرة الخارجية السابقة هلاري كلينتون مع رئيس الاستخبارات الأمكية السابق أيضا بيتر غيروس بتسليح وتدريب المعارضة السورية معنى ذلك أن واشنطن باتت تدرك أن التورط أكثر فأكثر في الأزمة السورية ليس في صالحها وليس في صالح سياساتها لأمرين ذكرتمها سابقا صعوبة إسقاط النظام من جهة وسيطرة العناصر الجهادية المتشددة على الأرض في مناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة لكن عندما نتحدث عن رغبة دولية بالتسوية هل هذا يعني بأن أي تسوية قادمة ستحمي سوريا وستجعل القرارات المتخدة والحراك داخلي في سوريا أم ستبقى سوريا رهينة للتجادبات الدولية بناء على هذه التسوية أولا أنا لم أقول أن هناك رغبة دولية أقول أن هناك تطور قد يفضي إلى تسوية دولية لكن التسوية الدولية في سوريا مرتبطة بتسويات دولية في قضايا أخرى في المنطقة بات واضحا أن بين موسكو وواشنطن عدة قضايا للنقاش القضية السورية واحدة منها وهي تستخدم من قبل الطرفين للضغط في الملفات الأخرى كالدرع الصاروقي كتوسيع حلف الأطلسي كقضايا اقتصادي وغيرها لكن أريد أن أقول أن التسوية في سوريا هي من عدة طبقات كما أقول دائما هناك المستوى الدولي هناك المستوى الإقليمي إيران وتركيا هناك المستوى العربي أيضا وهناك المستوى السوري الذي هو القاعدة الأساسية لأي تسوية لأن أي تسوية لا تتم بإرادة السوريين وبرغبة السوريين وبتفاهم السوريين هي تسوية محكومة عليها بدون شك بالفشل وهنا ربما تكون مساعدة التفاهم الدولي والإقليمي هي تكون في ضغط على بعض القوى المعارضة في عدم التسليح والتمويل من جهة من أجل تسهيل الحل السياسي لكن الحل السياسي يجب أن يبقى سوريا ولن ينجح إذا لم يكن في الأساس سوريا سوريا يعني أستاذ معانس نتحدث أكثر عن دور الدول الأقليمية المحيطة بسوريا في الأزمة السورية وفي أي تسوية قادمة ولكن بعد هذا الفاصل المشاهدين فاصل سريو وأنا أعد لكم مجددا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين مجددا مع آخر طبع أستاذ معاني كنا نتحدث قبل قليل ما إذا كان القرار في حال وجود أي تسوية بشأن الأزمة السورية هل مستقبل سوريا وسوريا المستقبل هل سيعود القرار سوري سوري؟ أم ستبقى سوريا خاضعة للتجاذبات الدولية وصراعات الدولية كما ذكرت قبل قليل؟ يعني المسألة مرهونة بكيف نصل إلى الحل السوري السوري؟ بمقدار ما يتكاتف السوريون مع بعضهم البعض بمقدار ما يسقطون خلافاتهم أو يبعدون خلافاتهم خارجا عن مشهد إعادة بناء سوريا فإن سوريا تستطيع أن تمتلك قرارا مستقلا إلى حد بعيد وإن كنت أعتقد أنه في السياسة الإقليمية والدولية الحالية لم يعد ممكن الحديث عن سياسة مستقلة تماما فكل سياسة متأثرة بمجموعة الظروف والعوامل المحيطة بها إذا بقي الانقسام في سوريا حتى لو توقفت الحرب بقي الانقسام حادا من الطبيعي أن كل فريق سيكون أكثر تأثرا بمن يدعمه من الحلفاء الإقليميين والدوليين إذن سيبقى المشهد السوري من الداخل منقسم بين إيران وبين إيران الداعمة للنظام وروسيا وبين أيضا تركيا ودول الخليجة الداعمين للمعارضة السورية نعم نحن في لبنان استطعنا في اتفاق الطائف أن نوقف الحرب واستطعنا أن نعيد بناء المؤسسات لكن الانقسام بقي ومع بقاء هذا الانقسام الداخلي في لبنان بقيت كل الأطراف تستعين بقوة خارجية لدعمها في مواجهة الأطراف الأخرى خصوصا أن في لبنان عدوا اسمه العدو الصهيوني وبالتالي هناك مقاومة هذه المقاومة تحتاج إلى كل أشكال الدعم من أجل مواجهة هذا العدوان في سوريا المشهد ليس بعيدا كثيرا إذا لم يتم التفاهم حقيقي على تسوية تاريخية نحن في المؤتمر القوم العربي وفي المؤتمرات الثلاث طرحنا منذ البداية تسوية تاريخية حوار مصالحة فتسوية تاريخية وأطلقنا مبادرة شهيرة باسم المبادرة الشعبية العربية قبل أكثر من عام لمناهضة التدخل الخارجي ومن أجل حوار والإصلاح وقد عقد أركان المبادرة من المؤتمرات الثلاث لقاءات مع القيادة السورية مع الرئيس الأسد ثم مع المعارضة السورية بكل أطرافها وقدمنا مبادرة عنها حينها الأمينة عام السابق المؤتمر القوم العربي الأخ خالد سفياني مبادرة في بنودها لا تختلف عن كثير من بنود المبادرات المطروحة سأعود أكثر إلى موضوع الائتلاف السوري المعارض رد الفعل أو رد فعل داخل الائتلاف لا يعبر عن حالة انسجام هناك من يذهب بأن المملكة العربية السعودية باتت تؤثر في الائتلاف عبر العناصر التي تملك تأثير عليهم وبالتالي هي تدفع باتجاه المبادرة التي ذهب بها الخطيب وهذا في حال كان هذا الحديث صحيح يطرح تساؤل ماذا عن قطر التي تدعم جماعة الأخوان المسلمين من جهة أخرى هل الائتلاف معرض للانقسام؟ أنت تعلمين تماما أن الائتلاف قد تشكل بعد اجتماع عقد في الدوحة صحيح وبحضور سفراء دول أجنبية وغابت حينها المملكة العربية السعودية عن ذلك الاجتماع وجرى في الاجتماع تصادمات عديدة وكان هناك ضغط شديد من الحكومة القطرية ومن السفير الأماكي في سوريا فورد من أجل خروج بصيغة تحفظ ماء الوجه فولد الائتلاف بصيغته الحالية لم يلغي المجلس الوطني السوري كما كان متوقعا وكما أعلنت نعيه وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك وإنما خرج بهذه الصيغة التي أبقت المجلس الوطني كجسم مستقل إلى حد كبير داخل اتلاف السوري المعارض وأضافت إلى المجلس الوطني بعض القوى وبعض الشخصيات ضغط الطابع الليبرالي أو الإسلامي غير ولكن العناصر ألا تتأثر بتجذبات الإقليمية وأعني بأن قطر تدعم فصيل والمملكة العربية تدعم فصيل أنا قلت لك أن المملكة العربية السعودية لم تحضر هذا الاجتماع رغم حضور ممثلين عن مصر وعن قطر وعن دول عربية وعن أمريكا وفرنسا وكان جاء هذا المنتوج أو المنتج لإسم الاتلاف يحمل في داخله كل التناقضات السورية المعارضة ويحمل أيضا تناقضات إقليمية وعربية ولم يعد الحديث عن محور تركي قطري متحالف مع الإخوان المسلمين أو داعم لهم وعن محور آخر خليجي بدون قطر تقود أو رأس الحربة فيه الإمارات المتحدة ضد الإخوان المسلمين وهذا المحور ينفتح تدريجيا على قوى أخرى في المنطقة منها الأردن ومنها بشكل مختصر من يدعم معاذ الخطيب بهذه الببادرة؟ أنا لا أستطيع أن أقول أن أحدا يدعمه لكن أستطيع أن أقول أن هناك انقساما في الجبهة التي كانت الإقليمية والعربية التي كانت تعادل النظام في سوريا وربما هذا الانقسام انعكس أولا على عدم الالتزام بدعم الائتلاف أو الحكومة التي كان منتظرا أن يشكلها الائتلاف في اسطنبول ولم يفعل وهذا الانقسام ربما كان أحد الأسباب التي جعلت الشيخ الخطيب يدرك باستحالة التغيير بالقوة في سوريا ويدعو إلى حوار يخفف من معاناة الشعب السوري نعم سأنتقل إلى مصر ومصر الأحداث فيها تتفاعل بشكل يومي كما ترى بأن بالأمس الرئاسة المصرية أصدرت بيان تقول فيه أنها ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية المنشآت إلى أين يسير المشهد المصري في ظل هذا البيان الرئاسي ومن جهة أخرى المعارضة ذهبت في خطابها إلى محاكمة الرئيس يعني لا أكشف سرًا إذا قلت لك أننا في اجتماعنا الأخير في صنعاء اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر القوم العربي قد كلفنا عدد من الإخوة من الشخصيات العربية البارزة وعلى رأسها المنسق العام للمؤتمر القوم الإسلامي السيد منير شفيق الذي يحمل تفويدا من المؤتمر نفسه ومن شخصيات أخرى كالدكتور إسماعيل الشطي والأخ محمد سعيد طيب وكلهما من الخليج كالأفنهما بأن يستكشفاء إمكانية إعادة الحوار بين المعارضة وبين السلطة وخصوصا بين الإسلاميين والقوميين باعتبارنا معنيون بهذا اللقاء وقد ذهبوا والتقوا بقيادات فاعلة في الإخوان وأيضا بالأخ الأستاذ حمدين صباحي عضو المؤتمر القومي وأحد الشخصيات القومية البارزة على مستوى مصر والأمة العربية وقد شعروا أن هناك إمكانية بالفعل لإعادة وصل الأمور لكن الوضع على الأرض تطور بشكل جعل كل فريق يعود إلى قواعده متمسكا بموقفه الأساسي أنا أعتقد أن مصر مهددة بالفعل بالانهيار كما قال وزير الدفاع المصري نفسه وأن جهودا كبيرة يجب أن تنصب لمعنى وصول المشهد المصري إلى الانهيار أنا أعرف تماما كما الأمر في سوريا حين تقولين بهذا الكلام المتشددون هنا والمتشددون هناك يغضبون من كلامك لأن المتشددون هنا والمتشددون هناك يريدون استمرار الصراع لأسباب مختلفة نحن نعتقد أن سوريا ومصر بشكل خاص ومعهم العراق هما أهداف دائمة تفتيتهما ضربهما ضرب قواتهم المسلحة ضرب وحدتهم هي أهداف دائمة لأعداء مصر وسوريا خصوصا أن هذان البلدين يشكلان قطبي الرحى في مواجهة العدو والصهيوني هنا اغترزي اسمحي لي أن أقول في المنطقة اليوم مشاهد متوترة في العديد من الساحات في مصر في سوريا في العراق في البحرين وحتى في لبنان هناك نهجان نهج يحاول أن يصعد ونهج آخر يدعو إلى الحوار في منطقتنا باختصار إما الحوار بين مكونات هذه الأمة وإما الدمار لكل أقطار الأمة لذلك السعي الأساسي يجب أن يكون لأبقاء الحوار هو سيد الموقف من أجل استيعاب كل هذه الأمور خصوصا أن تجربة الإخوان المسلمين في السلطة لم تكن تجربة ناجحة على العكس من ذلك بدلا من أن وصولهم إلى السلطة يكون مناسبة من أجل تكريس الائتلاف والتنسيق بين القوى التي قامت بالثورة وأنا أذكر بعد انتخاب الرئيس مرسي كتبت في الأهرام مقالا بعنوان الرئاسة لمرسي والحكم للائتلاف قلت أن الثورة في مصر قامت بها عدة قوى الإسلاميون القوميون والليبراليون واليساريون وأيضا قوات المسلحة كلهم بشكل أو بآخر يجب أن يبقى الائتلاف وهذا قائما لتحقيق أهداف الثورة أما أن ينفرد فريق أو تيار لوحده بالسلطة ويستبعد الآخرين فهذا يعني أن مسيرة تحقيق أهداف الثورة ستنتكس وستعود مرة أخرى الاضطرابات إلى الشارع نعم إذا ما المطلوب من جماعة الأخوان المسلمين بحكم وجودهم في السلطة اليوم لحلحلة الوضع في مصر مطلوب أمران أساسيا أولا تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كل القوى ولا يكون فيها غلبة لفريق على فريق إذن أنت تتفق مع المعارضة في هذا الحال طبعا وهذا كلام قاله وفد المؤتمرات وفد الحوار الذي ذهب إلى القاهرة قاله لقيادة الإخوان المسلمين ولم يكن هناك في الجوهر يعتراض على هذا الكلام والأمر الثاني هو قانون انتخاب ليس مفصلا لصالح أي فريق لأن حتى الآن معظم القوانين والإجراءات بما فيها الدستور جاء وكأنه يريد أن يفرض غلبة فريق على فريق آخر الغلبة في مراحل انتقالية كهذه تؤدي بالإضرار الشامل بأهداف الثور نعم مستد ما نبقى معي سنتقل إلى فقرة إقرأ إسرائيل مشاهدين ننتقل إلى فقرة إقرأ إسرائيل إسرائيل هيوم كتبت عن احتمال استبعاد نتنياهو للبيت في تشكيل حكومته والقاذفة الإيرانية طائرة وهمية غير قادرة على الطيران هو عنوان لصحيفتها أرتس والمزيد في هذا الرصد إسرائيل هيوم نتنياهو يريد حكومة مع الحريديم بعد أن حصل بن يمين نتنياهو على تفويد لتأليف الحكومة يبدأ اليوم رسميا المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومته الثالثة الصورة المرتسمة تظهر أن نتنياهو يفضل تأليف حكومة تضم الكتلة الحريدية حتى لو كان ثمن ذلك عدم انضمام يائير لبيد إلى الائتلاف محافل في الليكود بيتنا قدرت أن نتنياهو لن يكون مستعدا لأن يكون مصير حكومته المقبلة مرتبطا بلابيد وأنه إذا أصر رئيس حزب هناك مستقبل على عدم التنازل عن المواضيع التي بسببها سيضطر الحريديم إلى البقاء خارج الحكومة فسيفضل نتنياهو الشراكة مع الحريديم على الرغم من العزلة السياسية والعقوبات الدولية المفروضة عليها عرضت إيران أمس الطائرة المتملصة قاهر ثلاثمائة وثلاثة عشر للوهلة الأولى تبدو مثل طائرة حربية مع قدرات للتملص لكن بنظرة عن قرب لا تبدو أكثر من نموذج لعبة لطائرة وهمية على طريقة الأفلام العلمية الخيالية السؤال الجدي الوحيد الذي يثيره عرض الطائرة هو من يحاول الإيرانيون تضليله؟ هل يعتقدون أن الغرب أو ربما الأنظمة في الخليج مغفلة بما يكفي كي تصدقها؟ ربما الجواب الأكثر معقلية هو أنهم يحاولون ترك الانطباع بين شعبهم وتبرير المعاناة الاقتصادية المتفاقمة في أعقاب العقوبات الدولية عبر إنجازات أخرى للثورة الإسلامية معاريف إقامة العائق الحدودي الأكثر تطورا في العالم بدأ الجيش الإسرائيلي بناء العائق الحدودي الأكثر تطورا في العالم مقابل سوريا كلفة المشروع تقدر بنحو ربع مليار شنك في المؤسسة الأمنية يدعون أن بناء العائق لا صلة له بتوتر الأخير في الشمال ويشيرون إلى أن قرار إقامته اتخذ السنة الماضية في ضوء الضعف الذي أضاف السلطة المركزية في سوريا والخشية من تمركز قوات الجهاد العالمي قرب الحدود هذه الموضوعات كانت في الصحف الإسرائيلية ماذا سيحدث إذا ما استبعد نتنياهو لبيد؟ هذا سؤال يطرح نفسه من ضمن السيناريوهات المطروحة في تشكيل حكومة نتنياهو سيصبح أكثر اتهانا لما يسمى بالتطرف الديني الإسرائيلي والذي يحمل مطالب معروفة لا أعتقد أن الوضع في الكيان الصهيوني يتحملها من نوع عدم تجنيد المتدينين من نوع انفاق أكثر على المؤسسات الدينية والمعاهد الدينية وهذه أمو خلافية خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة داخل الكيان الصهيوني لذلك كما أن نتنياهو لا يريد أن يكون رهينة بيد لبيد الذي أبرز تفرقا واضحا في الانتخابات الأخيرة حين نال حزبه الذي تأسس منذ سنة أكثر حوالي 19 مقعدا هناك أزمة حقية داخل المجتمع الصهيوني هناك تراجع للأحزاب التقليدية هناك تقدم لأحزاب جديدة تعبر عن قرف إسرائيلي من الأحزاب القديمة وتعبير عن عدم ثقة بها لكن أعتقد أن نتنياهو يواجه أزمات داخلية وخارجية كبيرة ربما هذا ما يفسر عدوانه الأخير على سوريا الذي أتمنى أن نعطيه جزءا من هذه الحلقة في حال تشكيل حكومة يمين وسط هل هذا يعني تغيير السياسة الخارجية الإسرائيلية وتغيير السياسة الإسرائيلية بشكل عام؟ أنا أولا لا أحب تعبير يمين ويسار في الكيان الصهيوني أنا أعتقد أن اليمين واليسار في القضية الأساسية التي تهمنا موقفهم واحد ليس هناك لا يسار ولا يمين وأكثر الحبوب علينا شنتنا حزاب اليسار أي أن كانت هذه الحكومة في نهاية مطاف ستبقى بنفس السياسة إزاء الملف الفلسطيني الذي يغيير في الموقف الصهيوني من القضية الفلسطينية هو نضال الشعب الفلسطيني هو مقاومة الشعب الفلسطيني هو قدرة الشباب الفلسطيني على إطلاق انتفاضة ثالثة نلاحظ تباشيرها اليوم في هذه القرى التي تبنى باب الشمس باب الحرية باب الكرامة وأمس في حي النواطير في فلسطين نعم صحيفتها أرتس تحدثت عن الطائرة الإيرانية التي أعلنت عنها إيران قالت بحسب وجهة نظر الصحيفة من يحاول الإيرانيون تضيله هل يعتقدون بأن الغرب أو الأنظمة الخليجية مغفلة بما يكفي كذلك قالت بأن ربما الجواب الأكثر معقولية هو أنهم يحاولون ترك انطباع بين شعبهم وتبرير المعاناة الاقتصادية إذن ما تعليقك على هذا الحديث؟ هل تحاول إيران تخفيف الضغوط الاقتصادية عبر إبراز قوة عسكرية؟ ربما كان الحديث نفسه هو محاولة لرفع معنويات الإسرائيليين التي بدأت تنهار نتيجة شعورها بوجود جبهة مقاومة متصاعدة على مستوى المنطقة وبالتالي لو كان الأمر في إيران مجرد تضليل لماذا كل هذه الحملة على ما يسمى بالسلاح النووي الإيراني من قبل الكيان الصيوني؟ هناك تقدم علمي حقيقي في الجمهورية الإسلامية في إيران لا يستطيع أحد أن ينكره والطائرة القاهرة 313 من الطبيعة أن تكون أحد من جزات هذا التقدم العلمي ولكن أستاذ في المقابل هذا بيرجعنا إلى الداخل الإيراني قليلا ولكن في المقابل هناك تصريح لمحمد خاتمي وهو رئيس الخمس الجمهورية الإسلامية بأن هناك خوف من أن تضمحل إيران من الداخل بسبب السياسة الحالية هذا التصريح يخرج من رئيس جمهورية سابق وكأنه يدق ناقوس ما بالداخل الإيراني نتيجة الضغوط الاقتصادية الحاصلة حاليا على إيران الرئيس خاتمي هو من وجوه المعارضة في إيران ومن الطبيعي أن يخرج منه كلام قد يحمل بعض الصحة لكنني أعتقد أن الحقيقة التي يعترف بها العالم كله أن هناك قوة نامية في إيران ومتصاعدة على كل المستويات وأن هناك قلقا حقيقيا داخل كيان الصهيوني وعلى مستوى حلفائه من هذه القوى الإيرانية التي ليست قوة عسكرية فقط وإنما قوة سياسية بغض النظر عما يمكن أن يحمله أي واحد مننا لملاحظات على السياسة الإيرانية في هذا الموقع أو ذاك لكن هذه حقيقة أنا أتمنى بالفعل على الساسة الإيرانيين معارضين وموالين وخصوصا أنهم كلهم أبناء الثورة الإسلامية الإيرانية التي هذه الأيام نحتفل بذكرى انتصارها عام 79 أتمنى أن يعود جميعا إلى الحوار مرة أخرى وأن تتوحد إيران في مواجهة التحديات الكبرى التي توجهها نستاذ فقط الوقت يجاهمنا سأنتقل إلى فاصل سريع ونعود لمناقشة الموضوعات المتبقية لهذا اليوم مشاهدين فاصل سريع ونعود إليكم مجددا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد يحتفل اليمنيون خلال هذه الأيام بذكرى ثورتهم وهذا ما دفعنا لاختيار الصحف اليمنية لمتابعة آخر المسجدات اليمنية وطبعا أستاذ معا كنت في اليمن أيضا مشاهدين نتابع هذا الرصد لصحفة اليمنية ونعود لمناقشتها مع ضيفنا في الستيديو أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة في علاوين الصحف اليمنية الصادرة هذا الصباح ونبدأ من صحيفة التورة الرسمية والتي جاء في صفحتها الأولى ترأس اجتماعا استثنائيا للحكومة الرئيس مؤتمر الحوار أهم محطة تاريخية للاتفاق على منظومة الحكم الجديدة في اليمن زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن ترقى إلى مستوى القرارات الدولية لدعم اليمن أما في صحيفة المصدر فقد جاء في صفحتها الأولى تطورات مثيرة حول سفينة الصواريخ المضبوطة اللجنة الأمنية العليا تؤكد أنها قادمة من إيران ومصادر تقول إنها مرسلة لفصيل البيض فريق الخبراء الخاص بإيران في مجلس الأمن إلى صنعال معاينة الشحنة الرئيس هادي يهاجم حقبة صالح أما صحيفة الأولى فقد جاء في صفحتها الأولى المشترك يقر مساءلة وزير المالية حول 2 مليار سلمها لمؤسسة إصلاحية أحمد علي عبدالله صالح يظهر تلفزيونية للمرة الأولى ويعلن وافق على الهيكلة بشرط مطاردة بين الرئيس ورئيسي بن عمر لصالح عليك أن تدعو المؤتمرين لانتخاب هادي رئيسا للمؤتمر بدون مؤتمر عام صالح لن أترشح أمام هادي لكن سأكون رئيسا للمؤتمر العام والمؤتمريون أحرار في من ينتخبون وننتقل إلى صحيفة أخبار اليوم والتي جاء في صدر صفحتها الأولى بعد مقتل أكثر من 12 مسلحا واستشهاد أربع من الجيش واللجان الجيش يتمكن من دحي مسلحي القاعدة من موجان أبيان وعناصر القاعدة تفر إلى الجبال الرئيس يحذر وزراء المؤتمر من مقاطعة اجتماعات الحكومة أما صحيفة الشارع فقد جاء في صفحتها الأولى سبع غارات جوية على وادي موجان والمناطق القريبة منه في أبيان تمرد موازن على الضفة الأخرى أحمد علي يظهر بصفته قائدا لحارس الجمهوري هذه يدافع عن حكومة باسندوة بمهاجمة فترة حكم صالح وننتقل إلى صحيفة ماريب بيريس والتي جاء في صفحتها الأولى ترأس اجتماعا استثنائيا لحكومة المفاق ووجه رسالة سياسية شديدة لهجة الحكومة خط أحمر أما في صحيفة اليمن اليوم فقد جاء في صدر صفحتها الأولى رئيس الجمهورية غير مسموح الاعتراض على أداء الحكومة حميد الأحمر يهدد الرئيس ويدعو المشترك للتصعيد دعما لعلي محسن إذا المشاهدين كانت هذه هي أبرز عنوين الصحف اليمنية الصادرة هذا الصباح إلى اللقاء شكرا لك أحمد لطالما كنا نتحدث قبل قليل عن إيران أحد الصحف اليمنية كتبت وكأن هناك اتهام لإيران بالتدخل في اليمن هناك دائما نشهد بأن هناك اتهامات بالتدخل إيراني في اليمن ولكن هل من مصلحة لدى إيران وما هي هذه المصلحة إذا كانت موجودة؟ يعني هذه الاتهامات هي أحد العنوين البارزة في السياسة الإيرانية وفي لقاءاتنا كأمان عامل المؤتمر القوم العربي التي انعقدت في اليمن بالمناسبة أمين عامل مؤتمر هذه الدورة هو من اليمن والأخ عبد ملك مخلاف التقينا برئيس جمهورية ورئيس الحكومة كما التقينا بقيادات سياسية منية من مختلف اتجاهات بعض المسؤولين اليمنيين بعض القيادات السياسية بالفعل يحاولوا تحميل القيادة الإيرانية مسؤولية التدخل في الشؤون الداخلية وبأنهم يدعمون رئيس السابق علي سالم البيد في مشروعه الانفصالي ويدعمون أيضا الحوثيين في شمال البلاد وقد جرى نقاش في هذا الأمر أنا بالفعل لا أدري تماما إذا كان للإيرانيين مصلحة في هذه الأمور قد يقول البعض أن الإيرانيين يريدون أن يضغطوا على الرياض عبر جبهة اليمن وجبهة البحرين وربما جبهات أخرى داخل المملكة ولكنني أعتقد أنه ليس من المصلحة بشكل خاص للجمهورية الإسلامية في إيران أن تذهب الأمور في اليمن باتجاه تقسيم اليمن يكفينا تقسيما التقسيم لأي بلد عربي أو إسلامي يصب في غير مصلحة الأمة العربية والإسلامية لطالما أيضا سأنتقل أكثر إلى الداخل اليمني أستاذ لطالما اليمنيون يحتفلون الآن بذكرى ثورتهم هذا يدفعنا للتساؤل أيضا يعني ماذا أنجزت المبادرة الخليجية لليمن؟ يعني أولا الذي يذهب إلى صنعاء هذه الأيام ويتذكر حال صنعاء قبل عام يعرفوا أن هناك تطورا حقيقيا على مستوى الاستقرار على مستوى الأمر الأمن على مستوى إعادة بناء ما تهدم من جراء الاشتباكات وأيضا هناك رئيس جديد وهناك حكومة وحدة وطنية يرأسها معارض هذه تطورات هامة لكن هذا لا يعني أن الأمر في اليمني أن الإشكالات قد حلت وأن الأمر قد استتب أعتقد أن ما زال هناك مشاكل كبيرة هناك داخل المؤتمر الشعبي الذي كان حاكما والذي يرأسه الرئيس السابق على عبدالله صالح هناك أكثر من رأي فيما يتعلق في من سيرأس المؤتمر ومن سيدخل الحوار باسم المؤتمر سيد يعني أنت تحدثت قبل الدخول في البرنامج أن هناك تحديات تواجه اليمن هناك تحديات داخل المرحلة الانتقالية هذا بحسب توصيفك وتحديات خارج المرحلة الانتقالية فقط في دقيقة قبل أن أختم ما هي هذه التحديات بشكل سريع داخل العملية الانتقالية هناك تحدي بأن هل يقبل اليمنيون بعضهم بعضا بعد كل الذي حدث أم أن البعض يريد أن يقسل بعض فيما البعض الآخر يريد أن يستعيد المرضي هذا داخل العملية الانتقالية خارج العملية الانتقالية هناك تحديات جسيمة تواجه اليمن بدءا من مشروع تقسيم اليمن بدءا من مشروع تفتيت اليمن وصولا إلى مشروع استخدام اليمن كقاعدة للتوسع أو للسيطرة الغربية وخصوصا الأمريكية التي تشتيك طائراتها في قصف مسلحين في جنوب اليمن إذن هناك تحدي داخلي وخاجز تحدي الداخلي أيضا يرتبط فيه معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن نعم أستاذ معان اسمح لي أن أختم معك يعني انتهى وقت البرنامج نلقاك بإذن الله تعالى في حلقات قادمة أستاذ معان بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي شكرا جزيلا لك مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة